أقوى ما عند سامسونج ضد أقوى ما عند أبل الجهاز القابل للطي بالكاميرا المخفية تحت الشاشة والجهاز الذي جاب تطور بالكاميرات مع نمط سينما ونفس ستايل العام الماضي تكلم على الآيفون 13 برو ماكس بالكاميرات الكبيرة والزي فولت ثلاثة من سامسونج بشاشة قابلة للطي هل تفوز التكنولوجيا على الآيفون إذا أخذناها بمنطق؟ لو أضعنا لغة الأرقام في هذا الفيديو مع اختلاف أن هنا فئة مختلفة عن هذه الفئة هل يفوز الآيفون كما حصلت السنة الماضية أم لا يوجد تقارب يرجعنا للمقارنة مع النوت من سامسونج ضد الآيفون هذه هي واحدة من أجمل المقارنات التي ستحدث فأخذيكم معي في هذه المقارنة وقبل أن أبدأها، لغة الأرقام هي الحاكم الأكبر أعرف أن هناك بعض الأجهزة التي تتمين لها أكثر من ذلك ولكن لماذا لغة الأرقام؟ لأن نكون مرة منطقيين ولا نحيد عند أحد الأجهزة عن الثاني ويكون لكم الخيار خلال الفيديو أن تبنوا النقاط الأنسب لكم ومنها توصلوا للجهاز الأفضل لكم ما بين هذه الجهازين يعني كل واحد بحوالي 7-8 ألاف ريال ليس بالسعر البسيط الذي فقط تصرفه بدون أن ترى الفيديو وتعرفوا كامل التفاصيل للآخر حركة أيضاً تكون موجودة في هذه المقارنة إذا كنت تروني من تطبيق اليوتيوب أو من نفس المتصفح ستجدون أن الحلقة مقسمة التكسيم الحلقة يمكنك أن يؤديكم لنهاية كل حكم على نفس كل خاصية هذا التكسيم سهل عليكم منكم ترون ملخص المقارنة بسرعة تذهبوا كل واحدة منهم وترون كل شيء أنا قلت وقتها وأختصرته يعني لا تستطيعون أن تعطيني نصف ساعة من وقتكم معاكم بصراحة مقارنة تفسيرية فأكيد ستذهب إلى المقارنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف وعلى طول أبدأ بالتصميم ما بين الجهازين أريد أن أبدأ هنا بس ولكن لا يعني دعنا أبدأ بالآيفون 13 برو ماكس الجهاز جاء بنفس الفلسفة التصميمية البسيطة لأبل تصميم مسطح بحواف حادة جميلة شاشة للحواف لها نتوع علوي أصغر من ما رأيناه في السنتين الماضية مربع كاميرات عملاق في الخلف الجهاز مزيج بين زجاج غوريلا القوي والستينلس ستير المقاوم للتأكل التصميم مقاوم للماء والغبار ويتحمل الضربات بشكل جيد جداً وفقاً لأبل ويمكن يكون من أقوى الأجهزة في السوق من ناحية التحمل نتكلم عن أجهزة أبل أما لو انتقلت للجالاكسي زي فولد ثلاثة 5G هو مغلق يظهر كأنه جهاز طويل سميك ولكن نعرف أنه فيه هدف لأنه بمجرد فتحه وتظهر الشاشة الداخلية الكبيرة التي فيها كاميرا مخفية تحت الشاشة وبهذا الوضع تستخدمه كأنه لوحي صغير الحواف من الألمنيوم القوي جداً وفقاً لسامسونج والشاشة الخارجية مغطاة بطبقة الكورنين جوريلا جلاس الشاشة الداخلية مغطاة بطبقة بلاستيكية للحماية والجهاز يعتبر أول جهاز قابل للطيم مقاوم للماء من سامسونج ولكن ليس مقاوم للغبار وملاحظين؟ كل من أبل وسامسونج يمدحون في الخامات المستخدمة في الجهازين ويقولون أن هذه الخامات قوية وتتحمل وشيء مرة بالنسبة لهم ممتاز ولكن ونصيحة مني لكم بغض النظر ما يقول الشركات شفنا آيفونات 13 مكسورة وفولدات مكسورة قوة الخامات لا تعني أن هذه الأجهزة خارقة وما تنكسر الضروري أن تحافظوا على استثماركم من خلال الأكسسوارات المختلفة دعونا أصل إلى كفة مين ترجح ما بين الجهازين بصراحة، هنا نتحدث عن التصميم وشكل فقط بدون مزايا والراحة في الاستخدام هي عنصر أساسي في التصميم أبل قدمت أفخم آيفون، صعب أن تمسكوه بيد واحدة خاماته فخمة وكاميراته عملاقة سامسونج قدمت فولد مرة بسيطة تمسكوه بيد واحدة والخامات واضح أنها ممتازة ولكن لإستخدامه الممتد يجب أن تفتحه باليدين وهنا نعرف أن هناك واحد تفوق في التصميم على الثاني طراحة؟ إذا أجبت لكم الجهازين وقلت لكم أيهم يلفت انتباهكم على طول؟ هنا يمكن أن يكون شيء ممتد مع أكثركم هذا هو آيفون، عارفينه ولكن هنا نعرف أن الشاشة المنطوية والفولد ومقاومة الموية تجعل النقطة له بكل جدارة ولكن لكم حق، تعطوا نقطة التصميم للآيفون ولكن أنا أرى جدارة على سامسونج تحصل على النقطة في هذه المرة أنتقل للشاشات والآيفون يأتي بشاشة 6.7 إنش من نوع الأوليد دقتها لـ 2778 في 1284 كثافتها 458 بيكسل لكل إنش دعوا رقم الكثافة هذا في بالكم لأن الآن سنصل إلى أشياء بالشاشات هناك تحدي مبين الجهازين الشاشة هذه تدعم تردد ١٢٠ هرتز المتكيف HDR10 الكثافة 458 بيكسل لإنش الواحد تدعم الشاشة دولبي فيجن والترو تون وسطوع يصل لـ ١٢٠٢ نيتز الشاشة مغطاة بطبقة سيراميك لحمايتها من الخدوش شاشة الآيفون ١٣ برو ماكس جميلة جداً وممكن أن تكون أكبر شاشة تعطي ألوان حقيقية في السوق لو لا يعجبكم هذا الأمر، تقدروا تعدلوا بالأمر من الإعدادات لأن هنا هم قاعدين يعطوك أفضل شيء فأنت تغيير راحتك أيضاً تعطي عمق سواد وممتاز جداً ودقة عالية وأجعل الفولد وتكلم على شاشتين، ليس شاشة واحدة أبدأ أول شيء بالخارجية وهي شاشة بحجم ٦.٢ إنش من نوع AMOLED بدقة ٢٢٦٨٨ ٥٢٢٢٣ مغطاة بطبقة كورنغرولا غلاس فيكتس تدعم تردد ١٢٠ هرتز مثل هذا الآيفون ولكن هنا متكيف أيضاً مثل هذا الآيفون، ولكن هنا تستطيع أن تعدل هناك ما يمديك الشاشة ممتازة كألوان وممتازة كعادة سامسونج لأنهم ملوك الشاشات لكن نقطة بخصوص الشاشة الخارجية هي أنها تعتبر نسبياً أطول من الشاشات التي تعودنا عليها فشيء يسمى الـ Aspect Ratio بالمحتوى سنجد المحتوى قليلاً غريب بالذات عندما تضع الشاشة بالمحتوى الشاشة الداخلية الأساسية هي ٧.٦ إنش وهي شاشة كبيرة وليس صغيرة بدقة ٢٢٨٨ ٢٨٨٨ الكثافة ٢٧٤ بيكسل في الإنش الواحد ولكن هنا تدعم ١٢٠ هرتز ومتكيف والسطوء يصل ١٢٠٢ نتز وهذه الشاشة مغطاة بطبقة بلاستيكية لتثبيتها وحمايتها وهنا لازم أن نبهكم إذا لم تحاولوا تشيلوا هذه الطبقة الحماية الموجودة الشاشة هنا فيها فرق جذري رغم أنها كبيرة لأنها فيها انطواء تقدروا تتغاضوا عنها مع الاستخدام وبالفعل تفكروا فيها وتقدروا بالفعل تدققوا عليها وتشعروا شيء مرة سيئة إذا اخترتوا الفولد، أحس منطقياً أن مع السعر العالي الذي دفعته يجب من البداية تضعوا في رأسكم تقبل هذه الثانية والحناء لأنه مفروض قبل أن تختاروا عنصر اختيار أساسي أو نقطة في الاختيار ترى هي شاشة من ثانية تنطوير فيها عفطة لا تذهب العفطة بل أنها يمكن أن تبان معكم أكثر على حسب المحتوى فهنا أقدر أقول أن هذه العفطة وضعها لكم عليه ولكن هناك دعم قلم يعني كل ما جاء شيء مميز في الآيفون سيأتي شيء مميز من جهة مختلفة تماماً فالكفة ترجح عند مين؟ شاشة الآيفون ممتازة جداً ويمكن أنها تتفوق من ناحية كثافة البكسلات ودعم دولبي فيجن لكن الفكرة الأساسية في الفولد هي الشاشات سامسونج بشكل عام أبدعت فيها وقدمت شاشتين كلهم أموليد ويدعمون الألوان بشكل ممتاز وحدة منهم كبيرة جداً وتنطوي الشاشة وكاميرا مخفية وتدعم القلم وبالتأكيد الفولد يأخذ النقطة مع الوضع بعين الاعتبار نقطة تستطيع أن تضعها مع الآيفون إذا كنت تتبعوا الشاشة التقليدية الطبيعية ولا أريد ابتكار واختراء أجد أنه مزايا وجود شاشتين وكل المزايا التي تجمع معها الشاشتين بلغة العرقام أشياء أكثر بكثير من نفس الآيفون رغم أن الكثافة أعلى بشاشة الآيفون وبصراحة مع الاستخدام الآيفون 13 برو وهو نفس شاشة الآيفون 13 برو ماكس مرة جميلة الشاشة نقطة تذهب إلى الفولد أذهب إلى المعالج والذاكرة وأقول أن الآيفون 13 برو ماكس يأتي بمعالج A15 بايونيك أشعر بأن معالجات الآيفون تفوز أحدث إسطار من معالجات أبل موجود في هذا الجهاز ويتكون من 6 أنوية تقدم أداء عالية وكفاءة عالية معالج رسومي بخمسة أنوية أيضاً يقدم أداء خارق ومعالج عصبي من 16 نواة يساعد في تأدية المهام بشكل أسرع وأدق ويصير الجهاز يفهم استخدامكم مع الوقت ويقوموا بأن الرامات هنا 6 جيجا حسب ما يفككه الجهاز وهنا أذكركم قبل أن أكمل المراجعة هذه تأخذ وقت وجهد من كل الفريق ومني وبالتالي إذا أريدكم إعجاب وإذا أريدكم أكمل نهج هذه المراجعات قلوا لي في التعليقات بعد أن تضعوا إعجاب ما هي الأجهزة الجاية التي يقارن بها والآن أذهب إلى الجالكسي ويأتي بمعالج سناب دراجون 3.8 5G 8 أنوية مع مرية 5 نانومتر معالج رسومي أدرينو 660 ومعالج الثلاث ثمانيات يعتبر واحد من أقوى معالجات كواوكم في الفترة الحالية والرامات 12 جيجا بايت وتكفي لتعدد المهام الكبيرة على الجهاز بالراحة نأتي لأختبار القيك بنشو هنا للوضع الذي يضرب معنا فمعالج الآيفون بايونيك أعطانا 1736 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة أعطى 4838 نقطة أما لو تكلمنا على المعالج الرسومي فأعطى 14209 نقاط فشوفوا المقارنة أمامكم لو تكلمنا على معالج كواوكم ففي النواة الواحدة لم أعطى 567 نقطة و2019 نقطة في الأنوية المتعددة وحتى عندما تكلمنا على المعالج الرسومي فأعطى 4097 نقطة يعني هنا إذا لا يعرف التقنية سيقول لها الموضوع في لعب لفه دوران ولكن إذا تعرف التقنية ستعرف أن النظام والمعالج مبنيين على نفس المنصة من نفس الصانع ستكون الكفاءة أعلى بكثير أما عندما تكلمنا على معالج كواوكم نظام من أندرويد واجهة من سامسونج وأجهزة وقطع داخلية أكثر من سامسونج ليس كلهم نفس الشيء هناك قطع داخلية من سامسونج ولكن النظام والمعالج كلهم من نفس الشركة يعني أنت تعمل محركك للجهاز فهنا الكفة ترجح عند مين؟ أكيد معالج A15 بيونيك النقطة بجدارة يأخذها الآيفون لأنه يستاهلها ودائماً معالجه يعطي كفاءة عالية رغم هنا لازم أعطي الحق وأقول أنه قاعدين نلاحظ في الأداء ولكن الموضوع من نظام التشغيل A15 ومفروض التحديثات ضبطه ولكن على سيرة النظام دعونا نقارن ما بينهم فالآيفون يأتي بنظام A15 ووقت تصوير هذا الفيديو تحديث A15.0.1 والذي يصلح كمشكلة وأتمنى التصليح الأقوى ليصلح كثير من المشاكل الإضافات الجديدة في النظام رائعة أمور استخدام مرة ممتازة وأكيد عندما نتحدث عن دراجون دروب والخصائص الموجودة بالتناغم ما بين منظومة أبل وجهازهم أمر رائع دو نات دستورب وفوكس الجديدة استبدال دو نات دستورب بعد الإزعاج شيء مرة رائع ولكن عندما نذهب للغالكسي فنظام الأندرويد 11 هو الجهاز والواجهة One UI 3.1.1 المخصصة للجوالات المطوية من سامسونج بشكل كبير فنظام الأندرويد لا يجعل شيء يجب أن تفعله إلا تفعله بالجهاز وبالفعل تستفيدوا من كامل السعر الذي تدافعينه على هذا الجهاز مع تطبيقات وأنواع مختلفة من التطبيقات على عكس وضع الآيفون ولكن عندما نأتي كمستخدمين، ما هو النظام الأنسب لكم؟ تلاحظوا أن كل نظام له هويته أحياناً في تقارب ما بين بعض الخصائص ولكن كل نظام له هويته وأكيد كل الأنظمة آمنة على عكس ما يقولون لكم لا كل الأنظمة آمنة، كل الأنظمة جيدة، كلها تحديثات أول بول بغض النظر عن آيو اس ٥ ٥ جديد لا أمدى كثيراً على هذه المقارنة إلا أن هناك تحسينات تظهر عليه فنقطة لكل واحد فيهم وبكل جدارة كل واحد فيهم أخذ نقطة لأنه متعوب على الأنظمة التشغيلية ولكن أنتم تضعوا النقطة للنظام الأقرب لكم أنتقل الآن للأمان والخصوصية أساليب الدخول في الآيفون هي الفيس آي دي وهي مستشعرات ثلاثية الأبعاد تتعرف على وجهكم وتفتح لكم الجهاز وتسجلكم دخول على مختلف المنصات وتقدروا تدفعوا من خلال الوجه هنا في المملكة مسبة الخطأ ضعيفة جداً وغالباً كانت تصير عندما يكون المستخدم عنده توأم وأبل قالت أن في آي او اس 15 حلت مشكلة التوائم التي لم ترى مشكلة كبيرة ولكن أمان إضافي طريقة الدخول الثاني على الآيفون هي رقم سري وأبل ركزت كثيراً على موضوع الحماية والخصوصية خلال السنتين الماضية الآيفون اليوم سينبهكم لو كلمات السر تم تسريبها على الشبكة ويطلب منكم تحديثها أيضاً تطبيق فايند مايصار يمكن أن يؤثر على أجهزة أبل مسروقة والضائعة حتى لو مقفلة يعني بإذن الله الحرامي مقفوط مقفوط إذا أنتم فعلتم فايند مايصار قبل أن يضيع الجهاز وكان عندكم آي او اس 15 مع أحد الأجهزة التي تدعم هذه النبط انتقل للغالكسي الذي يقدم أساليب دخول كثيرة فنتحدث عن رقم سري، نمط، صورة وجه، لا نصح فيها لأنه مستشارات وأيضاً بالتأكيد لديكم البصمة التي مرة سريعة وممتازة ونتحدث عن الجهاز يحمل مجلد اسمه نوكس مجلد آمن يعطيكم فرصة عالية في حماية الملفات زرت مركز سامسونج الصيانة هنا وشفت كمية الأمور التي تحدث عنهم هم أصلاً نفسهم لا يستطيعون أن يشاهدوا الصور حتى لو لديهم أجهزة هكذا لا يستطيعون بسبب نظام الحماية والمربوط بالأمان لديكم البصمة أو الكود على فكرة، موجود لها رابط في الوصف يمديكم في النهاية أكمل وأقول أن الأمان في سامسونج ليس بكفاءة الأمان الموجود في آيفون ببساطته الأمان موجود ولكن بتبسيطه إذاً، لو لديكم جهاز سامسونج، لديكم أحد الخيارين تخزنوا كلمات السر على منظومة سامسونج التي تضعها بناكس على الجهاز أو تضعها بمنظومة جوجل بل أن تجدوا بعض الأشخاص لديهم كلمات سر على جوجل وبعض الكلمات على سامسونج أضيفه إلى ذلك، هناك أمان ممتاز موجود من ناحية التصفح ولكن لا يوجد تنبيهات مثل التنبيهات التي تأتيكم على آيفون فالكفة ترجحها جميل الأمان بشكل عام يعتمد على سلوك المستخدمين وهذا أمر لا نختلف عليه وإذا نظرنا للنظامين بشكل عام، نرى أن جوجل تستلهم من مزايا الأمان الأخيرة من أبل وتضيفها للأندرويد 12 القادم الذي أتمنى أن يأتي بسرعة كل التقدير للمزايا الأمان العالية في جالاكسي ولكن هناك كفة هنا لأنه عندما يأتي بسرعة لكم ما رأيكم؟ أعطيكم إيميل من فبرك مؤقت لأن هذه الموقع لا تسجلوا فيها لكي لا يبثركم هذه خطوة أمان وحماية مرة متقدمة تريحكم في كثير من الأمور نقطة بكل جدارة للآيفون هذه المرة بسبة الطرق والأساليب لأمان المضافة بالتعامل وليس أن النظام مؤمن أجل الكاميرات خمس كاميرات مقابل أربع كاميرات لماذا حسبت هنا خمسة؟ ثلاثة وراء واحدة أمامية واحدة جوة وهنا ثلاثة كاميرات وراء واحدة أمامية المهم، الآيفون 13 برو ماكس يجب ثلاثة كاميرات خلفية كلها 12 ميجا بيكسل وتفاصيلهم على الشاشة أيضاً يجب كاميرا أمامية وحيدة 10 ميجا بيكسل الفولد يجب كاميرا على الشاشة خارجية دقتها 10 ميجا بيكسل ثلاثة كاميرات خلفية 12 ميجا بيكسل وكاميرا داخلية 4 ميجا بيكسل هذه مخفية تحت الشاشة ما راح أطول هذه المرة في هذه النقطة ونعرف أن الآيفون يتفوق في مسألة معالجة الصور ولكن الفولد لم أعطى أفضل أسلوب من ناحية الكاميرات فهياريتو جاب أسلوب كاميرات الألترا ويظل أن الفولد أعطى كاميرات كثيرة وأساليب تصوير متنوعة لكن جودة الصورة والفيديوهات بشكل عام أفضل في الآيفون لسبب بسيط النسخة للآيفون بالذات فيها مزايا مضافة للمصورين وخصوصاً للمصورين الفيديو لو كان في نسخة الفولد ألترا يمكن على طول لا يحدث منافسة ما بينهم وسوف يفوز على طول الفولد هذا لا يعني أن الفولد سيئ بالعكس هو جهاز ممتاز وبصراحة مسألة التصوير ممتعة جداً أشبكوا سماعات سامسونج وضعوا نمط الإخراج استخدموا أكثر من كاميرا وصوروا بكيفكم ولكن أتكلم على الجودة الجودة الصور ترجحها لعند الآيفون والكوالي الصور والسيلفي بالكاميرا الداخلية لا أستطيع قارنها مع الآيفون لأنه لا يوجد شيء شبيه في الآيفون لا، الكاميرا الأمامية هي التي تقارن هناك ترون مقارنة فيديوهات ما بين الجهازين فالحكم على الفيديوهات أن النقطة ستذهب لكل واحد فيهم لماذا؟ لا يوجد كاميرا تحت الشاشة أقارن بها ولا يوجد دقة 4K على تصوير السينما لا يوجد كاميرا ولكن لا يوجد كاميرا ولكن لا يوجد كاميرا كل واحد فيهم أعطى أنماط مختلفة ولكن الفولد أنماطه أكثر كل واحد فيهم ممكن أسلوب جديد في التصوير لديكم الآيفون سينمائي ولديكم الجالاكسي تحت الشاشة فكل واحد أبدع في التصوير فنقطة لكل واحد فيهم وأنتم تختاروا نوع التصوير الأقرب لكم لو لاحظتم المقارنة التي حصلت التصوير 8K موجود على الفولد و12 ميجا بيكسل لا يستطيع فعلها بطريقة هذه وأتمنى أن أبل في هذه الكاميرا القوية تجيب أنماط أكثر مثل الفولد أول مرة تصبح مقارنة بين بطاريتين جهاز وبطارية جهاز لأن الفولد يوجد بطاريتين بطاريتين الأكثر كثرة البطاريات المهم البطاريات تطلق الشحن بطارية الآيفون 13 برو ماكس تأتي بسعة 4300 و 73 ميلي أمبير وفقاً لأبل تعطيكم هذه البطارية مدة كويسة من الاستخدام تصل إلى اليوم كامل الشحن هنا وقت ما أقوم بعمل الفيديو 20 واط وكما نتحدث عن 50% ينشحن الآيفون من 0% إلى 50% إذا استخدمتم شحن أصلي 20 واط خلال حوالي نصف ساعة ويدعم الشحن اللاسلكي 15 واط إذا استخدمتم قطع المانك سيف التي تدعمها الأمر ويدعم الشحن الشي بسرعة 7.5 واط نأتي للفولد الفولد يعطي بطارية 4400 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع 25 واط والشحن اللاسلكي السريع وشحن عكسي 4.5 واط بلغة الأرقام نتحدث عن تقنية ماكسيف حلوة وكل شيء ولكن أمور الشحن وسرعته والأمور اللي موجودة بلغة الأرقام تروح لكفة الفولد خاصة عندما نتحدث عن أنماط توفير الطاقة وأكيد الفولد هنا كفته ترجح لأن القدرات والأرقام أكثر وأيضاً نمط توفير الطاقة أنا أدقق عليه قليلاً مع كثير من الأمور التي حصلت مع iOS 15 وأيضاً iOS 14 اكتشفنا بعض المستخدمين التي تأثّد بطارياتهم بحكم سلوكهم بشكل كبير يمكن أن هذا السلوك لا يستطيع أن يغيره وأكيد حقهم يستخدم الجوال بكيفهم ولكن يبغل البطارية الدوم أكثر سامسون قدرت تسوي مو نمط توفير طاقة عالي وأيضاً النمط اللي أعلى هنا نتكلم على تخصيص لنمط توفير الطاقة اللي تم إضافته للجهاز يمكنكم أن تطفوا 5G يمكنكم أن تحددوا السرعة المعالج يمكنكم أيضاً تخفضوا درجة السطوع بالنسبة 10% أيضاً توقفوا Always On Display فمكنت أيضاً توفير الطاقة بشكل كبير صدقاً، وضعوا نمط توفير الطاقة من الصباح أموركم طيبة ولكن لماذا الآيفون يجبرني أشيل هذا النمط لأن الخصائص الأخرى تستمر؟ ولا أعطاني الخيار بأنني أشغلها من عدم نأتي الآن للاتصال والتخزين كل الجوالين يدعمون الجيل الخامس الآيفون يدعم شريحتين مدمجة أما الفولد يدعم شريحة مدمجة واحدة وأتكلم هنا على المفعالات لحظياً لأن هذه حركة جديدة في الآيفون جيت يمكنكم أن تضيفوا 10 شرائح مدمجة وتفعلوا 2 شرائح في نفس الوقت الجالاكسي تضيف شرائح ولكن واحدة منهم يفعالها لحظياً الآيفون أيضاً يدعم بلوتوث خمسة والواي فاي ستة الفولد يدعم بلوتوث خمسة والواي فاي ستة اللي كلنا أصلاً أتوقعنا أن يأتي مع الآيفون الجديد ولكن ما جاء كلهم يدعمون الذاكرة الخارجية والمساحات التخزينية الداخلية في الآيفون من 128 إلى 1 تيرا أما الفولد في منطقتنا يأتي بمساحة 256 جيجا وال512 جيجا بايت في حال كنت تستخدم منظومة أبل من ساعة وآيباد وماكبوك عندكم تلفزيون يدعم الـ AirPlay فأنتم ستعيشوا تجربة مرة رهيبة أما لو لا، فغالباً تجربتكم مع الآيفون تكون مرة عادية وسامسونج أيضاً وأتكلم هنا على الاتصال وسامسونج أيضاً لديها منظومة من أجهزتها لكن ليس بدقة أجهزة أبل التي كلها كهاردوير وسوفتوير متقدمة مثل أبل لأنه حتى عندما نأتي لسامسونج لابتوباتهم الرهيبة لا يأتي بها رسمياً لدينا لماذا أقوم بعمل لابتوب؟ ليس منطق وأتكلم هنا عن نظام جوجل الذي موجود في سامسونج فالفولد لديكم خدمة مرة رهيبة وهي خاصية الديكس تشبك الجوال على شاشة ويجعل لكم امتداد ويجعل لكم شبيه كمبيوتر الموضوع هذا مرة ممتاز لرجال الأعمال ولكن لغة الأرقام ما تقول؟ الكفة ترجح عند الفولد لأنه يقدم تقنيات اتصال أحدث أقوى ويعتبر أسهل لتأدية الأعمال في المقابل، أبل عطت منظومة ناضجة رهيبة ولكن يجب أن يكون لكم كل المنظومة والآن نقارم ما بين جهازين تقنيات الفولد في الاتصال أكثر نسبية من تقنيات أبل في الاتصال وجدنا الفولد هذه السنة جاب معه القلم ودعمه وقد وجدنا أن أبل لا تدعم دعونا نقارم بالمزايا الأضافية وأقول أن الآيفون 13 برو ماكس يقدم في ظهره المغناطيس المستخدم في أكسسوارات ماكسيف التي تم تقديمها بسلسلة الآيفون 12 وهي أكسسوارات متنوعة من العام الماضي ونتحدث عن شواحل لاسلكية ومحافظ فيها إضافات هذه السنة وأيضاً قواعد تثبيت أطلقوا الإعلان لمخيلتكم في تنوع هذه الأكسسوارات وتراهي استثمار إضافي وبصراحة بعضها رائق لا يمكن أن يكون للناس تنفعلها أما الجالكسي زي فولد ثلاثة ومزايا الإضافية من أين نبدأ؟ سأتحدث عن دعم القلم سامسونج وفرت لنا قلمين واحد للمنظومة وواحد فقط للفولد لا أفصل بالاستخدامات الكثيرة للقلم لأنه يقارن المزايا ولا أفصلهم لكن هناك الكثير من الأمور موجودة مثل تحويل الجهاز لكمبيوتر وغيرهم من الأمور التي تعطيكم شيء مرة رائق ولكن كلها متمحورة حول الجهاز ولكن لا يوجد أشياء خارجية فهذا أمر يجعل الفولد في مزايا إضافية كثيرة أيضاً لدينا تقنيات دولبي موجودة على الجهازين الكفة ترجحها عند من؟ الجالكسي يفوز بقوة هنا لأنه تقريباً لا يوجد مزايا إضافية خارج الجهاز مثل القلم على سبيل المثال والقلم بحد ذاته يمكن أن تفيد كثير من المستخدمين ولكن كل الكلام هنا إلين ما أوصل للسعر؟ فالسعر الآيفون 13 برو ماكس يبدأ من 5190 ريال يصل إلى 7699 ريال لنسخة التيرا أمامكم الأسعار في العمولات الأخرى ولكن الجالكسي زي فولد على طول من قصرها 6799 ريال فقط لـ 256 جيجا تكلم على سعر أعالي لجهاز بحجة أن السعر يأتي مع شاشة تنطوي الأكسسوارات للجهازين كثيرة وأبل وسامسونج قدموا تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأكسسوارات سامسونج لها متجر رسمي ولها متجر إلكتروني أبل للأسف لا لهم متجر رسمي مباشر معهم ولا متجر إلكتروني معهم وأتكلم على كل الأثنين لديهم عروض وضمانات وبصراحة الصيانة الموجودة عند سامسونج وزرتها كانت تجربة مرة رائقة ومتشوقة بعمل نفس الشيء مع أبل وأكد قدرة الصيانة ولكن الكفة ترجح عند مين؟ بصراحة الفولد غالي أما الآيفون سعره يبدأ بشكل أقل أكيد أتكلم على سعر 5000 أبدأ فيه كجهاز وليس هناك تقنيات كثيرة غامر فيها يمكن أن يكون الكفة هنا ترجح وأشوفها بالفعل ترجح عند الآيفون ما هي النتيجة للمقارنة؟ بكل بساطة كفة الفولد ترجح كونه تقنياً متقدم أكثر التجارب ستعطيكم نضوج مرة ممتازة مع الآيفون ولكن مع الفولد حقبة جديدة أيضاً لو بدأت ترون الفيديو من البداية وحطيتوا نقاطكم يمكن أن وصلت إلى نتيجة مختلفة أتمنى تشاركوني حين أقول أن كل الشركتين يقدموا منافسة قبل سبع سنوات أكبر شركتين ينافسوا بعض وين الباقيين عن هذه المنافسة الضخمة؟ وأتمنى أن أرى شاومي وأوبو وفيفو بشكل قوي تنافس هذه الأجهزة ويجيبوا تقنيات عالية ويضربوا على حتى السعر العالي هذا بتقنيات تسوى هذا الموضوع ليس فقط سعر نهاية المقارنة، أتمنى أن أتوافقت فيها قلوا لي المقارنة الجاية وماذا تكون؟ ونهاية الفيديو مرة ثانية سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الآن سوف ترون الفيديو حق سامسونج من اللي قلت لكم أذكركم على نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشوفكم على خير اشتركوا في القناة